أنا هستفيد إيه؟ أو إزاي أنا كبلد كمصر أن أنا أستفيد من وجود هذه المواقع التي تكلم عنها التأرير وإحنا حاولنا نرصد بعضها هنستفيد إيه؟ أو كيف نستفيد من هذه المواقع في وجودها على التراث العالمي؟ تمام، هاخد مثال بسيط عشان أبسط للمشاهد والمستمع الموضوع أبو سنبل، أبو سنبل إحنا عارفين كان غرقان بعدما تبنى السد العالي ويعني كانت هيتدمر بالكامل لكن منظمة اليونسكو تبنت إنقاذ هذا المعبد والعالم كله تدخل لإنقاذ والعالم كله تبنى الفكرة لإنقاذ التراث وإنقاذ الحضارة وده ألقى ضوء كبير جدا على أهمية معبد أبو سنبل تعال هشوف النهاردة ما فيش سائح بييجي مصر مختص بالسياحة الثقافية إلا ما لازم يزور معبد أبو سنبل وبيتعملوا احتفاليتين في السنة بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس ودي بتاخد زخم عالمي كبير جدا وبييجي من جميع رهاء العالم يزوروا هذا الصرح الحضاري الكبير النهاردة لما نسجل أديورة ودي النترون في التراث العالمي المادي ده بيلقي الضوء عالميا على هذه البقعة المقدسة على أرض مصر وتخلي فيه فلو من الجروبات السياحية وتبعا من الزائرين أو الناس اللي بتحب تزور لأن التراث العالمي سجلوا فده هيخلي أنا بدل ما أصرف ملايين الدولارات عشان أعمل دعاية لا دي دعاية مجانية بتمنح لمصر ودعاية لها مصدقيتها طبعا طبعا لما اليونسكو تقول هذا الموقع سجل في التراث المادي أو اللا مادي ده دعاية لا تقدر بمال الحقيقة هو مصار العائلة المقدسة نقدر نقول كل المصار مسجل منه قد إيه دلوقتي لا هو ده الموقع الوحيد في المصار فيه شغل على مغارة أبي سرجة في مجمع الأديان طبعا ومتقدم الملف بتاعها هي تسجل في التراث لكن أحيانا أنا مش ملم بالملف وسلغاتي لكن في خطوات أو يعني في خطوات إيجابية جدا وزارة التنمية المحلية الحقيقة أيمة بدور على أكمل وجه بتنسك مع جميع المحافظات الواقع فيها المصار والمصار زي ما احنا دايما بنقسمه عندنا محطات ونقاط مرور صحيح المصار كبير جدا صحيح طيب أنا بس والوقت عبي يجري بسرعة جدا فأنا عايزة من حضرتك يعني رسالة النهاردة للمشاهد أو المواطن المصري اللي هو كمان من حقه زي أنا كنت بقول يعرف تراث بلاده يعرف الحاجات اللي المفروض يكون فخور بيها يعني أنا نفسي حصل تعاون بين شركات السياحة وبين المواطن سواء في الأسعار أو في ترتيب الرحلات والمزارات الناس نفسها تشوف أنا كمواطن لما أتكلم يعني فيه اللي بيسافر بس بيسمع من الأجانب حاجة ما ما يعرفهاش عن بلده يعني بقى أجنبي راحة والمصري ما شافهاش فاكش شايف الموضوع ده صعب ولا سهل ولا مفيد لنا في الفترة اللي احنا فيها يعني انت طبعا بتلمسي نقطة حساسة جدا أكيد بتسافري برة بتشوفي الطلبة في المدارس قد إيه ثقافتهم في الإراية الحاجات اللي تملكهم بلدهم وانتماءهم الكبير قوي لبلدهم واعتزازهم بالمقاومات اللي موجودة عندهم وناخد حاجات بسيطة مثلا بورج بيزا في إيطاليا في روما تور إفل دي حاجات كلها حديثة جدا احنا عندنا من التراث الحقيقة لا يكفي ان الواحد لو قد عمره كله ان يطلع على كل المقاومات الموجودة أنا بناشد وزارة التربية والتعليم ان هي تهتم ويبقى فيه مادة خاصة بتراث مصر وتلقي الدوء للطفل الصغير قد إيه تراث مصر ده ده شيء لا يقدر بمال والوعي لما يبتدي من ناشئ الصغير هيسهل عليه وهو بيقرأ انه يفهم قد اهمية الحاجات اللي موجودة في بلده وممكن هو يبقى سفير بينقل اهمية الحاجات دي لأصدقائه على مستوى العالم ومن يعرف تراثه يعرف جزوره ومن يعرف جزوره يكون عنده الهوية بتاعته اللي بتميزه عن العالم كله